نموذج المجمع الشركة تحتها ما يسمى بالعلامة التجارية بمعنى يشتري العلامة التجارية ثم يقوم ببيع منتجات تلك الشركة الأم ويكون من ضمن الصفاتها الأساسية أن يكون ذو كفاءات ملائمة للشركة الأم يعني بيكون له بنفس الأمانة بنفس الجودة إلى آخر حتى لا يكون هناك تقليل من قيمة الشركة الأساسية أو ما يسمى الشركة الأم الثاني نموذج الدينة الطويل يقوم على بيع أنواع محددة وقليلة من السلع ولكن بأعداد كبيرة وتباع بشكل متقطع حيث تستدعي تكاليف تخزين متدنية ومنصات قوية لجعل المحتوى جاهزا أمام المشترين المهتمين من أكبر أمثلة نموذج الدينة الطويل اليوتيوب من أكثر أمثلة نموذج الدينة الطويل نتفليكس هذه تعتبر نماذج وتعتبر من الشركات الرائدة أو الشركات القوية فتجد أن فعلا لديهم بيع كبير جدا وبشكل متقطع بسياساتها باستدعاتها إلى آخره ولديها كذلك قوة في عملية التخزين قوة في المنصات قوة في النشر أو ما يسمى الانتشار بشكل كبير جدا بحيث أن يكون هناك بيع لأنواع محددة وقليلة من السلع ولكن بأعداد كبيرة جدا بشكل موسع وبشكل كبير تناسب تلك الشركات ونجد أن فعلا لديها قبول كبير جدا لديها استهلكين بشكل كبير جدا وهذه من ضمن هذه النماذج التي تستخدم حسب طبيعة تلك الشركات نموذج التواجد مكانيا وإلكترونيا سبقا تكلمت فيه بمعنى أن يكون الشركة تواجد معنوي من حيث المباني ووجود على الإنترنت بحيث يستطيع العملاء الحصول على المنتجات من المقازن الطبيعية المكانية وفي الوقت ذاته يمكنهم تقديم طلباتهم عبر الإنترنت نموذج حساسية التكلفة يكون المنتج المقدم للعملاء حساسا من ناحية التكلفة حيث يتم تسعيره بأقل سعر ممكن وأي خدمة أخرى تأتي مصاحبة له يتم فرض رسوم عليها أو تكون أكثر ربحية وهذه تعتبر من ضمن سياسات التي تستخدمها كثير من الشركات أن يقدم لك خدمة وهذه الخدمة يصاحبها قد تكون في البداية بسعر مناسب أو بسعر قليل ولكن يصاحبها مثلا الصيانة يصاحبها مثلا قطع الغيار يصاحبها مثلا إدخال برنامج جديد أو إدخال مثلا تطبيق جديد إلى آخر وبذلك تجد أن هناك لهذه الخدمة المقدمة لها خدمات أخرى مصاحبة ولكن يفرض عليها رسوم وبذلك تكون أكثر ربحية أنا ما أبيع لك في البداية بشكل رخيص أو بشكل مناسب ولكني أضمن أنك راح تطلب مني واحد واثنين وثلاثة سواء كان تطلب مني تطبيقات تطلب مني تطوير تطلب مني صيانة تطلب مني قطع غيار وبذلك أجد أني أحقق ربحية أكثر من أبيع المنتج في الأساس بذلك أني ربطت هذا المنتج بما صاحبه من خدمات وما صاحبه من أمور أخرى كالتطبيقات كما يسمى رسوم الصيانة وإلى آخر نموذج مجانية الأساس والسعر على المضاف يعد نموذج الأعمال التجاري هذا من أكثر النماذج شيوعا فهو الأكثر انتشارا ويعتبر أكثر شيوعا على الإنترنت ويسمى أحيانا فيرميوم وتقوم الشركات بعرض الخدمات الأساسية للعملاء مجانا بينما تفرض رسوم معينة على الإضافات وذلك نجد أن كثيرا من الشركات كاليوتيوب تستخدم نموذج مجانية الأساس والسعر على المضاف وبذلك تجد أنه ممكن نعطيك الخدمة مجاني ولكن أي شيء تحتاج تضيفه لا بد من دفع عليه رسوم معينة ونحن نثق أو نبني خطتنا أو نموذجنا في الأعمال أن مجرد أنك تمتلك هذا العمل أو هذا الخدمة أو هذه السلعة راح تطلب منا مستقبلا بعض الخدمات التي نفرض عليها رسوم تحقق لدينا ربحية أكبر مما يتخيلها العميل أو المستهلك ترجمة نانسي قنقر